كان كلام عن طائرة خاصة طبعا وفريدة الزمالك هتطلع من بره بره من أنجولا على المغرب لكن خلاص الزمالك يعني قرر جاذب فني بقراط مستر باترس كارترون العودة للقاهرة بعد الانتهاء من المباراة بتاعت سجرادة الأنجولي اللي شفناها من شوية وكمان أحمد سيد زيزو كان كلام عن كورونا طب زيزو ده بها يلحق بالفرقة هيشتغل هيسافر معاهم على نفس الطائرة ولا هيجي بطائرة يعني مختلفة في وقت مختلف ولا هيستنى هناك يخف وبإن شاء الله يجي بطائرة عادية ده كان الكلام اللي عندنا أن زيزو هيبقى إن شاء الله مع الفريق على نفس الطائرة وهتعمله إجراءات احترازية كده خاصة وإجراءات وقائية للبعثة طبعا الزمالك كلها بعزل زيزو عن باقي الفريق وتحط في مكان لوحد وكده ويبقى كده طبعا الماسكات والكمامات والأمور اللي هي لها علاقة بالإجراءات الوقائية هتتم على أفضل شيء علشان ما فيش وقت لقدر الله نخسر لعيب أو اتنين تاني وهنا عندنا مطش مهم جدا قدام الوداد المغربي السبت الجايفة يمكن خلاص اتخد قرار إن الزمالك يرجع إن شاء الله للقاهرة ممكن تقعد بقى يومين ثلاثة كمان ممكن يكون فيهم برضو جلسات كتيرة أعداد كتيرة علشان نقدر نوصل للعيبة وأفضل حالة زهنية وأفضل حالة معنوية قبل ما يروحوا المغرب وعشان كده أنا بأكد إن فكرة رامي الفوطة بقى وفكرة إن أنت تحس إن البطولة بتتعقد لا خالص يا جماعة المجموعة دي اتصعبت شوية اتصعبت الحقيقة من فوز الوداد على من فوز البطولة لكو على الوداد يعني اتصعبت وانت كمان ما كسبتش عندنا فده اللي ممكن صعب المجموعة شوية لكن عمتا إن شاء الله الأمور تبقى فصل إحنا ونقدر نعرف إحنا عايزين إيه من الفترة اللي جاية وأنا أصق تماما في قدرات اللعيبة والله وقدرات الفريق إحنا عندنا ميزة غير اللعيبة مميزة عندنا حالة جماعية وفرقة جماعية أنا فوجة نظر هي الأفضل داخل الكرة والكلام دي أنا بقوله بقى له سنتين ممكن حد يقول ده تحيز أنا مش بقولت حيز ومقولت تحليل لعلاقة بعين الواحد كده وخبرته في قرة القدم إحنا ما كناش الأفضل قبل كده لأن كان عندنا مشاكل وكان عندنا توابع وكان عندنا دايما حاجات كان بتبقى ممكن مأثرة معنا شوية لكن فريق الزمالك بقى له سنتين هو الأفضل داخل الكرة من ناحية الجماعية من ناحية الأفراد خاصة في التلف الهجومي والقدرات الفردية وده على فكرة لمستناها من مدى تأثير اللعبين مع المنتخب المصري ومدى تأثير كمان للمحترفين اللي عندنا ممكن مع منتخباتهم وكمان مدى تأثير البديل إحنا عندنا أنا وجهة نظر إن فيه تنين تلات لعيبة جوة زمالك كمان غير اللي كانوا في المنتخب بيستحق يروح المنتخب يعني أنا وجهة نظر إن عواد كمان مع أبو جبل يستحق يروح المنتخب وجهة نظر إن يوسف أوباما استحق يروح المنتخب شوف الناس ممكن تتكلم على أوباما ومش مستويه كلام ده على فكرة مش حقيقي الكلام الحقيقي إن الراجل ده أي مدير فني بيجي بيلعبه فلازم نخب بالنا وإحنا بنننتقد ساعات فيه طبيعة مركز تبلك إن بيغلط كتير لكن الحقيقة مش كده فيه معدلات تانية بتبص عليها الجري والقطع والتكملة وطبيعي إن حوت واحد يبقى عنده الجرأة إن يظهر لزميله فبالتالي هو أكتر واحد هيغلط فأنا عشان كده بحب أوضح الصورة دي أوباما من الناس اللي يجب أن تروح المنتخب طارق حامد من الناس اللي يجب أن تروح المنتخب عواد أنا بقول لحضراتكم فأنت بتتكلم على أكتر من 11 عيب يروحوا المنتخب مصر من جوة الفرق اتنيات زمالك